طيب سيد معوض كمان قال جملة مهمة جدا في ناس جات الناد الاهلي فتراته سيارة خدت كمية بطولات ما خدتهاش لو لقمت سنوات طويلة في أندية تانية وهو ده قيمة الناد الاهلي طيب قيمة الناد الاهلي دي حسها اللي لعب في الناد الاهلي اللي استمتع بهذا العلاقة ده في ناس جات وما لعبتش وخد البطولات خد البطولات الناس اللي ما جاتش الاهلي خالص اللي الاهلي ممكن يكون فكر فيها صورة الناد الاهلي عندها ايه واحد من هذه النماذج الطيبة الحقيقة الكابتن أحمد سمير لاعب طلاع الجيش كان في ضيافة الزميل محمد شبانة قال حاجة مهمة انت فقلتني سؤال قصده ولا انت بتقولي كده عشان تلقوا يعني قلتلي مين يدفع اكتر هل فعلا ممكن دي مدام عيار بالنسبة لك فين لما بقولك اهلي ولا زمانك قلتلي مين يدفع اكتر لا انا بقولك مين اللي يدفي اكتر يدف الشتا اه انا لعيد انا لعيد يدفي اكتر انت فالت الفلوس بالنسبة لك مش هي الاصل طبعا لا ما هو بالطبيعي ببعض هدائك اللي هيجيب الفلوس انت نادي الاهلي بحنا دي الاهلي يعني ما يتقلش بفلوسي يعني اه اه طبعا ايو مع انا وقعي ما يتقلش بفلوسي اه وما بلونش وغلا فيه لعبة في الايلي سابت الناد عشان فلوسي هو كل واحد وطبعا بقى رمضان الصبح يا احمد فتح كل دين واشرك اكرامي انا انا بكلمك عن نفسي انا 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 في الموقف مش هتعمل كده لا مهما كانت اخراط بنا مدس لا صعب مهما كانت الاخراط عشان انا من بره انا دلوقتي من بره شايف الموقف لا نقطة ممكنة انا بقى من بره ايوة وده ده التملي اللي بيحصل يعني انت احيانا في بيتك ما تشوفش الميزات اللي موجودة عندك كمية الحب اللي انت محط بها اتدفى زي ما بقولك اتدفى تعبير حلو قوي اللي يدفي اكتر وانت بتدفى بحاجات كتير بالامان بالاطمئنان بالحوكمة للعيب الجد عايز المناخ ده حاجة محكومة نظام عدل امكانات شعبية حقوق بتاخدها من غير ما تشحتها لم يخدع لاعب في النادي الاهلي كل دي هدى الدفع اللي بيكلم عليه فالراجل ده وهو بره شايف النعمة دي نفسه بقى فيه ده هو على فكرة ده احمد سامير تقريبا لعب في الدورة المصري كله لعب في الداخلية والزمالك والمصر والاسبعيل والاتحاد والطلاع نفسه بقى نفسه بقى على كل دول نفسه يلعب في الاهلي بس شاف الاهلي واللي بيدفي وكنت قاريت له او شفت له حاجة انا لو رحت الاهلي مش هروح عشان انا كويس اللي انا روح هروح عشان اسبت وجودي هروح قدي المكان ده وقالوه مش هتندمه وان انا جيت طموحات دي مهمة جدا وانك تشو بقى قايس المكان اللي انت رايحه مهمة جدا جدا يعني دي رسالة احمد سامير اللي كل لعب في الاهلي على الفكرة في جملة استاذ ابراهيم بيقولوها لعب كتير جدا بتدول ان الناس مش شايفة اللي هي بتعمل ايه مش حاسين باللي هم فيه فعلا يعني بمناسبة الكلام بتاع الراجل ده هيقولوه طموحك ايه يقولوه طموحك احترف ما اللي تبني اللي جاي بعشرين مليون وبتاخد لك سبعة تمانية مليون جنيه مش محترف اه هو الاحتراف زينه انه يركب الطيارة لازم يركب الطيارة عشان يبقى محترف اه واخد بالك اه ولذلك هم بيتعاملوا في الدور المصري ما عندياتهم بغير احترافية ما همش محترفين ما يدكش زي ما بياخد ويختلع وينقشك انا قاعد ليه انت لو روحته في ربعة تعرض تقولي المدارب انا قاعد ليه اما بيلعبش ليه اصهر على مزايا واجه ثاني يوم وقلهم هو انتم ما بتلعبونش ليه لان الناس كل يوم يبلغوا شايفينك صهران في الحتة الفلانية ما فيه حاجات ما بتتقالش هرصا على اللعيبة فلما تكون انت سلوكك مش محترف نتيجة ايه انك مش شايف انك انت لعب محترفين انت عايز احترف مش قول احترف برا لا انا عايز احترف يا ابن انت محترفين انت محترف بس ما بتعملش بمعيار الاحتراف وده اللي بيعملوا النادي الاهلي ما هي الصورة يا جماعة المضيئة قوي اللي كل جمهور الاهلي يفخر بيها ويسعد وكل لعب يلعب في النادي الاهلي المفروض دي رسالة ليه قيمة هذا النادي اللي انت بتمثله قيمة هذا الجمهور اللي انت مفروض تسعد ان انت تسعده ده مش منفراغ